يعتبر الزعتر من الأعشاب دائمة الخضرة ذات الطعم المميز والنكات الرائعة فهو ينتمي لحائدة النعلى لذا يحبذ الكثيرين تناوله سواء في شاي الزعتر أو للتبخي عن طريق إضافته ببعض الأطعمة وينتشر استخدامه حول العالم بسمم فوائده الصحية العديدة حيث يتمتع بخصائص مطهرة ومعاقمة ومضادة للبكتيريا والفطريات كما يعزز من الصحة النفسية والمزاج وعلاج مشاكل عصر الهضم فالزعتر يعتبر مضاد حيوي طبيعي لحيوائه على مادتين تيمول وكربكرون الذين لهم القدرة على التعامل مع البكتيريا والفطريات على نحو أكثر فعالية من المضادات الحيوية الكيميائية إلى جانب ذلك يحتوي الزعتر على فيتامين كاف وفيتامين أليف والفسفور والزينك وغيرهم من المعادن والفيتامينات والمركبات النباتية المختلفة في زعتر الجاف العديد من الفوائد الصحية من أهمها خفض مستويات ضغط دم مرتفعة وتعزيز صحة القلب يعمل زعتر على توسيع الأوعية الدموية وإراحتها وبالتالي خفض ضغط الدم مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية ككلد وبذلك يحافظ على مستويات معدل نبضات القلب وبالتالي حمايته من الإصابة بالأمراض المختلفة خفض مستويات الكوليسترول يساهم تناول زعتر الجاف في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة علاج الكحة والسعال من أكثر فوائد زعتر الجاف انتشارا ومعرفة هي دوره في علاج الكحة والسعال والتخفيف منها كما يعانج التهابات الحلق والحنجرة والقصبة الهوائية حيث يصاعد على إراحة الشعب الهوائي المتجمجة كما يعمل على تفكيك البلغم المتراكم في المنطقة من أجل تخفيف السعال وعلاجه تقوية عمل الجهاز المراعي الزعتر يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادل مثل فيتامين سي وفيتامين ألف والنحاس والألياف الغذائية والحديد والمنجليس وجميعها ضرورية لتقوية الجهاز المراعي لمحاربة الأمراض المعدية خفض خطر الإصابة بالسرطان يحتوي أزعتر علاقية من غذائية عديدة تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالسرطان كما من شأنه أن يساهم في إعاقة نمو الخلايا السرطانية في الجسم علاج مشاكل الجهاز الحضمي يعالج مشاكل الجهاز الحضمي فهو يسرد الغازات ويعالج الإسهال ويتخلص من الطفينيات والفلورا المسببة لأمراض الجهاز الحضمي يعالج الزعتر إلتهابات المسالك البولية والمثانة ويشفي من مرض المغص الكولوي طارد للفطريات والطفينيات مثل الأميبار المسببة للسنتاريا وقاتل المايكروبات ينشط النظر ويمنع جفاف العين وإصابتها بالمياء الزرقاء تعزيز صحة الفم والأسنان التقليل من ألم إلتهاب المفاصل لذا لا يجب أن يخلو مطبخك من الزعتر للحفاظ على صحتك العامة للمزيد حول العشابة الطبيعية وطرق استخدامها قم بزيارة موقعنا فيسبوك ولا تنسى الاشتراك بالقناة زيادة أمان تتمنى لكم دوامة صحة والعافية ترجمة نانسي قنقر